اشتركوا في القناة التاجر والمزارع ونجيب عن الأسئلة طيب الأسئلة مجابة هي بسرعة نصف تاجر القرية الهادئة زي ما ورد في النص جشع عرف بطمعه وسعيه وراء المال بكل الطرق شو الخدعة التي رسمها التاجر كي يحتال على المزارع قال لقد بعتك البئرة فارغة دون الماء الذي بداخلها شو رد فعل المزارع على خداية التاجر الجشع اللي هي مباشرة إلى قاضي المدينة يشتكي إلي حال التاجر رعى على القاضي واشتكي إليه كيف أفشل القاضي خطة التاجر؟ قال له أخرج الماء منها فورا لأنه لا يحق لك الاحتفاظ بمائك فيها يقول تعالى في كتابه الكريم إن الله لا يصلح عمل المفسدين في القصة موقف تنطبق عليه هذه لايب نبين ذلك موقف القاضي لم يصلح عمل التاجر الفاسد ما الدروس المستفادة من القصة؟ عدم الغش وعدم الخداع على الناس؟ وإنك دائما تحب زي ما بتعامل الناس الناس يتعاملك الرقيب هو نص فيه حوار يجري بين الوالد وابنه صالح الذي سافر خارج البلاد ليكمل تعليمه الجامعي ويركز الناس على مراقبة البشر للبشر والفرق بينها وبين الرقابة الربانية التي يستشعرها الفرد داخله وفعالية ذلك وانعكاسي على استقامة الفرد والجماعة في الحياة الرقيب قال حازم لابنه صالح وهو يودعه في المطار إنني يا بني ما وافقت على سفرك للدراسة في لندن إلا بعد أن اتخذت من أصحابي هناك من من يراقبك ويوافيني بتقارير مستمرة عن وضعك مستمرة اتسم صالح مودعا والده وبعد عدة شهور كتب إلى أبيه يقول منذ أن غادرتكم أعملت على خداع الرقيب بالتظاهر والتمويه حتى جاء عندي صديقي وقال لي على ما يبدو أنك لا تعرف عن طرق المراقبة شيئا أما لحظت أن المحلات التجارية كلها مراقبة بواسطة المصورات التلفزيونية التي تراقب حركة الزبائن أما سمعت أنه في بعض البلدين تتم مراقبة إشارات المرور بواسطة آلات التصوير الخفية وأن بعضها يستخدم لمعرفة سرعة السيارات التي تتجاوز السرعة المسموه بها قلت نعم علمت بهذا كله فماذا يعنينا؟ قال هذه بعض طرق المراقبة الحديثة هناك طرق أدهى منها تراقبها الأفراد وتحصي عليهم أنفاسهم ومن ذلك أن أجزة التنصط يمكن أن توضع في بيتك وأنت لا تدري فتقوم ببث كل ما يصدر عنك لاسلكيا إلى جهاز استقبال في مركز المراقبة فتسجل كل أحاديثك أو توضع على أسلاك هاتفك فتسجل كل مكالماتك أو توضع في سيارتك أو حقيبتك عندها يستطيع المراقب أن يحدد مكانك دون أن يراك وقد توضع لك آلات التصوير الغيئة الصغيرة خفية في ديكور الغرفة فتقوم بالإرسال المباشر لكل ما يجري وأنت لا تدري قلت هل يمكنني أن أكتشف هذه الأجهزة؟ قال نعم ولكن ليس بسهولة لأنها صغيرة قلت هل هناك طرق أخرى في المراقبة؟ قال إنها كثيرة وبين الحين والآخر نسمع عن طرق وأجهزة جديدة كالتي تعتمد على أشعة الليزر وغيرها ومهما تقدمت هذه الأجهزة تبقى قاصرة لأنها تراقب أعمالك ولا تطلع على نواياك قلت فيما الخوف إذن؟ قال يا صاحبي إن الرقيب الذي أخافه هو الذي يعلم خائنة الآي وما تخفي الصدور والذي يعلم السر وأخفى والذي يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عنده الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي لا نحيط بعلمه ولا بشيء منه إلا بما شاء والذي لا ملجأ منه إلا إليه وقعت كلماته علي يا والدي وقوع الصائقة ومر في مخيلتي شريط حياتي سريعا وأدركت الخسارات التي لحقتني سمحك الله فلو أنك دللتني على الرقيب وسيقفون بين يديه خاشعين وأسأله تعالى أن يقبل التوبتي وإلى أن نلتقي أو استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه طيب الرعا مع بعض على الفهم والاستعاب سافر صالح إلى لندن للدراسة تتم مراقبة شراط المرور بواسطة الإيئة للتصوير خفية توضع أجزة التنصط لمراقبة الأفراد في بيوتهم سياراتهم وصلاك واتفهم من الصعب اكتشاف أجزة التنصط لأنها صغيرة لماذا أخبر الأبو ابنها أنه سيراقبه في مكان دراسته حتى لا يقدم على أي عمال غير مستحب ويبقى ملتزم بالأخلاق الحميدة نعدد بعض طرق المراقبة المستعملة في بعض الدول زي الكاميرات والأقمار الصناعية والطائرات من أعظى مراقب على البشر؟ الله سبحانه وتعالى بما تختلف مراقبة الله عن مراقبة الناس إنه بالضلها المراقبة الناس قاصرة بينما مراقبة الله كاملة نناقش عبارة ولكن أنا لي أن أخدع ربي يتعجب الإبن كيف سيخدع ربه ويعصيه ويهرب منه وهو مطلع مطلع عليه ويرى إنه ما ذهب نفكر ونجيب عن الأسئلة الأتياش والأثار المترتبة على انعدام صفات استشعار مراقبة الله عند الناس الإقدام على المعاصي والتمادي في المنكرات وانتشار المظالم شو حرص الوالدين على أبنائهما في جوانب الحياة المختلفة أن يكون أبنائهم الأفضل بين الناس دينا وخلقا وعلما علم الله تعالى واسع لا يحيط به أحد نذكر بعض المظاهر الدل على ذلك يعلم متى سينتهي جل الإنسان ما ستقوم الساعة سينزل المطار على أي أمة ويعلم ما في الأرحام قبل أن تبث فيها الروح نوظف كلمات خفية تسلل اللص خفية ليسرق البيت نستخرج من النص كلمة مرادفة للتمويه والتظاهر نوضح المقصود بالعيون العين فيها اللغة لها معاني كثيرة ممكن العضو ممكن الجسوس ممكن اللي بيراقب تصرفات الآخرين أو ذو إيه المكانة الرفيعة سدد كلمة استقبال وداع طيب نطلع القبعد اللغوية شوى علامات الإعراب الفرعية علامات الفرعية زي الواو وتكون رفع في المذكر السالم زي المعلمون مخلصون والألف وممكن تكون علامة رفع في المثنى زي التاجران صادقان والياء بتكون علامة نصب وجر في المذكر السالم في الجمع بيقول مبدعين متخاذلين والمثنى بتكون بالياء احترمت الضيفين استعنتوا بالكتابين ديروا بالكم رفع واو في المثنى ألف النصب ألف في زي ما بيحكوها في النصب والجر المذكر السالم الياء والمثنى بتكون الياء نطلع على التدريبات مع بعض منقول مشفق مشفقان مشفقون خاشع خاشعان خاشعون لاعب لاعبين لاعب لاعبين مزارع مزارعان مزارعون مثلا الكلمات اللي تحتها خطوط المواطن مواطنان طبعا واجمح مواطنون المؤمن مؤمنان مؤمنون او حب المؤمنين او حب المؤمنين واجبت بالبائعين واجبت بالبائعين الى اخره نبين علامة العراف الكلمات الاتية قال تعالى وجد من دونهم امرأتين تدودان تذودان قال ما خطبكما الامرأتين هنا الياء لانه مثنى الياء لانه مثنى طبعا منصوب ما فعل به منصوب فرح الفائزون الفائزون هنا مين فاعل وانا فاعل مرفوع والوالنجام مذكر سالم المسجدان واسعان مفتدأوا خبر مسجدان الالف لانه مثنى واسعان ايضا الالف لانه مثنى الاملاء الهمزة المتطرفة على الياء والواو هابدك تكتبها وهي التعبير فن الوصف ديروا بالكم ايه منشوكم ان شاء الله في درس قادم الى اللقاء ايه منشوكم ان شاء الله